شبح العودة للإغلاق الكامل مجدداً بات يهدد دولاً عدة في ظل مواصلة فيروس كورونا انتشاره في العالم بوتيرة قياسية وازدادت تحذيرات منظمة الصحة العالمية للالتزام بقيود الحد من انتشار الفيروس واقتربت حالات الإصابة بكورونا من 16 مليون إصابة وتجاوزت الوفيات 630 ألفاً في العالم وتجاوز مؤشر الحالات الجديدة في العالم 280 ألفاً على مدار يومين على التوالي حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا برصد 284 ألفاً و196 حالة بينما سجلت في إحصائية السبت 284 ألفاً و83 إصابة وتؤكد هذه الأرقام تسارع انتشار الفيروس في العالم رغم أنه تم سابقاً تجاوز الذروات في عدد من البؤر الكبيرة ومنذ الأول من يوليو سجل رسمياً أكثر من خمسة ملايين إصابة ما ينهز ثلث الحالات المرصودة منذ بداية التفشي نهاية ديسمبر 2019 وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنه ليست أي دولة بمنأة عن الفيروس مضيفة أن الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المقتضة كما هو الحال في الأمريكتين وأسيا وأضافت المنظمة أن مفتاح السيطرة على انتقال العدوى هو العثور على الإصابات وعزلها وإجراء اختبارات ومعالجة المصابين ومخالطهم وتتصدر الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا منذ عدة أسابيع قائمة الدول التي تسجل أكبر عدد للإصابات الجديدة واعتبرت المنظمة أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجدداً في بعض الدول بعد تخفيف إجراءات التباعد يشكل بالتأكيد مصدر قلق